وللأسف الشديد النهاردة انه ومش للأسف الشديد لبالعكس ده حاجة كويسة جدا ان النادي الهلال النهاردة من وجهة نظري الفنية ان النادي الهلال النهاردة شاف يعني انا نازل اكسب النادي الاهلي انا نازل اكسب النادي الاهلي ولكن زي ما حضرتك شفت وزي ما شفت النادي الاهلي عمل ايه درس كبير جدا في ان انت لما تيجي تلعب ضد النادي الاهلي زي ما انا قلت ابلي كده كلام اللي انا قلته لحضراتكم ابلي كده القاعدة الاولى اوعى اوعى تفرح قبل ما حكم الحكم يحط الصفارة ببقه صفارة النهاية اوعى تفرح وانت بتلعب النادي الاهلي قبل ما الحكم يحط الصفارة ببقه وينهي المباراة القاعدة التانية ان انت دايما ما تنساش القاعدة الاولى. النادي الاهلي بيعلم الناس كلها. النادي الاهلي هو كبير افريقيا وكبير الاندية العربية. كل حاجة الحقيقة. بالارقام وبكل حاجة وبانجازات ومش بنقول كلام وخلاص عشان انا كسبته ولا انا في قناة النادي الاهلي. زي ما حضرتك شايف هي دي الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي. هو ده الاسلوب اللي بيلعب النادي الاهلي.